الشوط الثاني سيبدأ والتعادل سيد الموقف هنا يفتح اللعب على الطرف كريم بنزيمة كريم وفرصة هدف فلان تسديدة قوية على المرمى لكن راحت بعيدة لأنه لم يضع فيها أي تركيز سدد بدون تصويب في اللقطة الماضية خرجت بدون خطورة تياغوال كنتارا فابينيو كورا بيخلص المنافس تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم تريد أليكساندر أرنول جوردان هندرسون فرصة هدف يا ابو صلاح الخطوة محمد صلاح يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر هذه المرة السلم في يتحارس المرمى بعد الكرة اللي كانت صعبة واللي تألق فيها في الحفاظ على شيباكا بتروح الكرة من تياغوال كنتارا خطيرة لكريستيانو مستحيل هدف من كريستيانو رونالدو هدف البطراب يعشق المرمى يعرف الطريق من كل مكان في الملعب يا السلام يا السلام وأخيرا بعد شوت أول كان خالي من الأهداف تفتتح النتيجة في هذه المباراة كرة خطينا لبنزيما بنزيما يضع الكرة في المرمى لا يرحم هنا يسجل بكل الوضعيات بكل الضرق فيه كل مواصفات الهدف الكبير لنشاهد الهدف من زاوية أخرى ساديو ماني جوردن هندرسون ساديو ماني كرة تعود إلى ريال مدريد اعتراض للكرة يستعيد الكرة في وسط الملعب مباراة تدخل الآن في الثلثة على خير كريم بنزيما يتدخل الله على استعادة الكرة يبقد الكرة ريال مدريد يستعيد الكرة نايمار رونالدو فرصة هدف تدخل ممتاز أبعد كرة كانت خطيرة جدا على المرمى المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة ديناقب الكرة لمحمد صلاح فرصة هدف تزديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التزديد راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة الحكم ما زال محافظا على هدوء يكتفي بتوجيه كلمة لللاعب على اللاعب أن يكون حذرا في قادم الأوقات ديوغو خوتا تدخل في هذه اللحظات استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي كريستيانو رونالدو حكم يشير إلى دقيقة واحدة فقط كوقت بدل ضايا خطيرة لكريستيانو يا لعيب الله على هدف من الدون كريستيانو فارق الأهداف يزداد وكل العيون توجه اللوم إلى حارس المرمى اللي كان مهزوز جدا في مباراة اليوم ولان جاتي سطرة هذه المباراة وطوفي أصحاب الرأس على مرحبهم وبين جماهيرهم